المعبر وضعه الحالي دخول المساعدات إصرار الرئيس السيسي على أنه المساعدات دي لازم تخش وهتخش يعني هتخش بأي حال لازم هذه المساعدات تدخل لأهلينا في غزة أصل بالمناسبة مفترض مفترض أنه الأوروبيين والأمريكان يساعدوا أنها تخش وكام من زمان يساعدوا أنها تخش ما كانش لازم السيد جو بايدن ينتظر حتى يأتي إلى الجنب الصهيوني ويقول لهم ما تقلقوش إحنا بنحميك وكنا بنحميك وهنحميك ولسه هنحميك وللأبد هنحميك وإنت حبيبي وإنت ماما وإنت وإنه إحنا هنسمح بها هندخل المساعدات وإن شاء الله هتبقى كل حاجة كويس بس إحنا هنفتش خب بالك بقى أنا هروح لك للقصة بتاعت جو بايدن دي بعد شوية بس علشان هنا في نقطة مهمة جدا ودي اللي انت هتسمعها إشارة الرئيس في المؤتمر أن مصر فيها 105 مليون مواطن وركز في الكلام وما تحويه هذه الكلمات من معاني مش بس منطقها وإن الرأي المصري والعربي يتأثر ببعض البعض وإذا استدعى الأمر أن أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض فكرة التهجير القصري ستجدون خروج ملايين المصريين لرفض الفكرة طب السؤال الأمريكان والأوربيين فهموا الرئيس عايز يقول إيه؟ ولا فهموا أن الملايين هيخرجوا يهتفوا؟ طب خلينا نسمع الرئيس مصر فيها 105 مليون والرأي العامل المصري والرأي العامل العربي يتأثر بعضه ببعض وإذا استدعى الأمر أننا أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة فسطروا ملايين من المصريين ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصري في هذا الأمر أنا بقولي الكلام دوت عشان قبل الأمور ما لأننا نشايفين أن عملية الحصار المطبق على القطاع أنا آسف أننا قطلت مع المستشار ولكن دي قضية خطيرة وعملية منع المياه والوقود والكهرباء ودخول المساعدات إلى القطاع هو الهدف النهاي في النهاية هو نقل المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى مصر وهذا أمر نحن نرفخد تصفية القضية الفلسطينية والتهجير إلى سينا ترجمة نانسي قنقر